نجح فريق بحثي مشترك من جامعتي الوادي الجديد وعين شمس في اكتشافه عظام زاحف بحري وهو المززور بصحراء واحة الداخل بالوادي الجديد ويرجع تاريخه إلى العصر التباشري وأعلنت جامعة الوادي الجديد أن واحة الداخل تمتلك مواقع شديدة الأهمية للزواحف والأحياء البحرية الأخرى التي عاشت على شواطئ البحر منذ أكثر من 65 مليون عام وتوصل الفريق البحثي إلى النوع الجديد لهذا الزاحف من صخور طفل الداخل منذ أواخر العصر التباشري في الصحراء الغربية وتم العثور على عظام الجنجمة وبعض الفقرات والأسنان نصرح بفضل الله عن اكتشاف علمي جديد بالتعاون مع جامعة عين الشمس كاكتشاف علمي ما بين جامعتين الوادي الجديد وجامعة عين الشمس عن اكتشاف أجزاء متميزة للزحف البحري الموززور وطبعا ده كان زحف بحري عملاق ومفترس كان بيعيش على شواطئ البحر من أكثر من 65 مليون سنة في جنوب مصر وده يمثل أول اكتشاف للزحف البحري الموززور كنوع جديد يسمى لهذه لصورة سهبة بالنسبة لإكتشاف الموززور الأخير ده يعتبر من أهم الاكتشافات اللي كانت على مستوى مصر وعلى مستوى القارة أفريقيا لأن احنا قارة أفريقيا بن سميع القارة المفقودة ويمكن النوع ده من الزواحف البحرية كان منتشر بشكل كبير جدا في الوادي الجديد خاصة في واحدة دخلها لدرجة أن الأجزاء اللي كانت متنسرة في الأماكن متعددة وأكثر من عشرات مش هنجزب لو قلنا أن في بعض المئات ولكن معظمها بيبقى مدفون ترجمة نانسي قنقر